هيا ثاني متواقدين اسمعوا صوتي في حط قمان قطع البتكن يسألني ها يا ثاني الكل اه قد اه دخلوا الكل بتسمعوا صوتي ولا لا اللي كان اللي كان يعلق معي قبل ما ينقطع البت طلاب تسمعوا شوفوا لو 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 قلت مثلا الزيدي شاوي خمسة قصدك كده لو قلنا الزيدي شاوي خمسة انت من اللي كان يسألني قبل ما ينقطع لانه مركزش على الاسم من كان يسأل اعتقد ويسأل اه لانه قبل ما اقعد عندني كنت باشوفوا بين الاسم وانقطع البت طيب يا وسم لو تسمعني ما اشعرف هالسؤالك كده قصدك زيدي شاوي خمسة لو كان قصدك زيدي شاوي خمسة بدل الاكس اللي اصلا عملت اكس واحد بعمل خمسة تمام واحيان نستخدم عملية الدولار على اسم نحنا ندلل نو قيمة وكمان ان شاء الله بشرح نومي بالتفصيلة المملهة ممكن انت ايدي شوية لانه افصل عندي مع ذرة شوية انت اي واشوفوا جبوا ان احنا عاملين هنا لما كنا نقول بالموف تمام بالنقل اسمعيني انه سيبه اه هنا لما اقول انقل لقيمة الاكس للزيت استخدم كلمة موف فانحنا زي ما قلت لك الاكس عبارة عن اكس واحد والواي لان هنا عملنا واي خلينا اكس اثنين والزيت خلينا اكس ثلاثة فلما قلت لو زيدي ساوي اكس معنى انقل لقيمة الاكس للزيت ايش باقول موف انقل لقيمة الاكس لأكس واحد لأكس اثنين ثلاثة لانه اكس واحد قهي اكس واكس ثلاثة هي الزيت فلو مثلا مثلا اكس كان اثنين في مجرد ما أقول له موف قيمة الـ X1-2 للـ X3 الآن تكون الـ X3 قد قيمة الـ 2 لو كانت كده Z يساوي 10 إيش بأقول موف X3 و 10 وضحت تمام طيب الآن لما أقول له Z يساوي الـ X الـ X هل هي نيجيتب ولا مش نيجيتب نيجيتب فإيش بأقول له بأقول له هنا X3 و X1 طيب إيش معنة X3 و X1 X3 معنة Z و X1 لقيمة أيوة فهنا نيجيتب على أساس قيمة لحقة يعني الآن قيمة X حقة نيجيتب حطيته بالـ X3 الـ X3-Z الـ Z ركز هنا شوف هنا بالصورة أنا إيش أعمل لك الـ Z ما نساوي نعم لا بس أنت قلت الـ X فالواحد شرقع صفر والصفر شرقع واحد والناتق حطوين بالأكس ثلاثة اللي هي قيمة الزج مفهوم سهلة ولا صعبة سهلة جدا صح شفتم حتى المادة تحس انه فيها ملال ولا ممتعة هاي طلاب تحس بالملال نحس بالملال يا أستاذة يا دكتورة لما يفصل نضيع وين انت نفصل احنا على طول طيب ها شوفوا احيان لما يفصل يفصل على الكل هل انت بيفصل معكم ايه بقول لكم شي هل يفصل تمام غير الفصل حقيقي ها يفصل عليكم اقترمي مرة ايوة يقصر ها يعني لما يفصل علينا هل يفصل علينا كلنا مرة واحدة يشوفوا كل 40 دقيقة يفصل على الكل هل يفصل عليكم غير هذون الفصلات ايوة ايوة يفصل لواحدة وبعدين يضيع ما ادريش وين انت يقيت وقرب نشيتي كتير ها ما شعب لش طيب انتم عاملين معكم 4G ولا ايش ايش تيش لا عند مقوين شبكة ها ما ادري لش عندكم يفصل طيب يفصل على الجميع يفصل على الجميع ها شباب لما يرجع لما يرجع حاولي انت خليك طلاب كل كامل يرجعوه علشان يتابعوه من جديد خلاص طيب طيب انا هلا ساني بكون اشوفكم عادتكم قبل الفصل وبعد الفصل الان المشكلة تحق الفصل قبل الاربعين دقيقة حتى اني يطلعني زيكم هذي مقدور عليه بس احيانا ما انتبهش متى انتم يفصل عليكم مثلا زي نسيب الانتو قولي في عنده مشكلة ان يفصل عليه البقية يفصل عليهم ولا تستمروا معي بنفس القلسة بس بس تقول يعني تقلسوا مستمرين معي نعم نعم لانه مش عارف ايش السبب يعني سيب انت داري حاولي بس تكون تضبطي يمكن الانت الله اعلم لذلك بحاول اني قد استطاع شوفو حتى لو تركزوا انني اعيد اكثر من مرة مع أنه قد يكون في تسجيل وبقول يمكن تسمعوا التسجيل وتفهموا ولكن مع هذا أحاول عيد على الأساس اللي رأي بالإطار اللي ما يقدر يقدر ألحق معنا وعموما شوفوا يا نسيبة تسمعيني ولا ألعارك موجودة نعم أسمعيك موجودة طيب عموما حتى ولو لو قيتي مثلا وفصل عليك هذا لأنك أنت من حقك هلاش عاد أن يقول مميزك نك هلك والبقية مهلا مش لو قيتي حاجة ويا مثلا حصيت أن تضيعتي وقفيني يمكن يمكن ألحقت معنا تمام لا بس أقول لذي مش مشكلتي قضي مشكلتيني يا سكوت يعني خلاص تابع من حال ما وصلت لا شوفوا لو في حاجة أنا قضي لو في حاجة يعني حاجة شوفوا أحيان أحيان حاجة تكون منفصلة ما لش علاقة بالأول أحيان تكون حاجة بسيطة يمكن ناقصك خطوة واحدة وتتابعي معنا لأنه لش أني أقول لكم هذه ميزة الحاضر ميزة الحاضر لوش تيسألني حاجة مفتامتش ممكن يعني أنتم ميزة تكون على اللي مش حاضرين هذا الشي فمثلا لو قيت وإحنا قد حصنا أننا بعدنا عليك شوية عادي يمكن بس توريني أقول لك حتى بسرعة حتى ما بتأخذش مني ثواني ما فيش أي مشكلة تمام الآن الصوت ضعيف يا دكتورة طيب والبقية طيب البقية هل عندنا سيبة بس والبقية يسمعوني ولا لا بس يمكن من قوة النات عندي يمكن ضعيش بحاول على قدر استطاع بحاول حتى نحاول شوية أحاول أبط بالصوت قليل يعني أنا قضي ما حاولش أسرع زيادة طيب نرجع الآن نرجع للمكان يشوفوه اللي نشتق لكم هو يا ثاني إنه المادة هادي لذاذتها وسمولة بإيش إنه أنت بتحاول بس تتعامل مع أمور تبسطة تبسطة اللهم بس بدل يساوي عمل موف في حاجة سالة بعمل نيجيتف في ضرب عمل مال في قسمة عمل ديف وهكذا فقط يعني إحنا أوامر الأسيمبلي ما نرفش نتعب قر ولا نبرمج كل اللي علينا أوامر بسيطة نستخدمها ما فيش معانا زي لغات العالية المستوى في معك أكتر من أمر وأكتر من طريقة لا بالأسيمبلي جدا جدا سهلا معك أوامر يستخدم هذو كالأوامر والأوامر يعني يتعدوا مش إنهم أوامر ما يتعدواش أوامر نقدر نعدهم واضح طيب مثلا مثلا هالي هذا يا ما نشد يعني أعتقد وسام اللي سألني على الأكزد آر هذي أذي على الأكزد آر فشوفوا هنا إيش عاملك حاج يقول لي هذي الأو الأو آر آر إيش هي وكيف تتم قلت إنها أور هذي أور إيه قلت لكم حاج يفسر لي تعليمة كيف تتم هذي أور أور مش مش ما الأور اللي الأور المنطقية الأور هذي على لك شوف التبع القائم لقلت لك هذي هل هذي المدخلات أو مخرج ثاني هذي مدخل مخرج مخرج فبيكون أكز ثلاثة يساوي صح صح ولا لا أيوا طيب حين أكزد آر أكزد آر منه مش رقي السر قلت لك فيه بطه صفر آلا فبيكون صفر و أن أور ما بين الصفر والأكس وأحد فهذه عبارة عن اكس ثلاثة يساوي صفر وواحد بالأكس أور بالأور قصدي عفوا بالأور تمام واضح ولا لا طيب من يفسر هذه نفس الشي طب ما معنى تصف ناقص هنا اكس ثلاثة بقول اكس ثلاثة يساوي اكس زد ار عبارة عن الصفر اكس زد ار والأكس واحد بالضبط خلص اكس صفر ناقصا اكس واحد في هذه الصعوبة لا لا صحب جدا طيب نجي على هنا افترض يقول لك تفوت لما هذه محلها عامل لك هنا اكس وعامل لك واي متغيرين بس فخلينا الاكس على انه اكس واحد وخلينا واي على انه اكس اتنين الان مش في معاك اكس زائد زائد ايش معنات الاكس زائدا زائد نزيد مقدر واحد نزيد الاكس مقدر واحد فكيف بنعمل التعليم حقه شوفوا الزائد عبارة عن اد طيب مش هنا اكس انا مش هنا اقول اكس واحد فخلي الناتج بالاكس واحد لانو الناتج هي نحط بالاكس صح لأكس واحد و اكس واحد وواحد فهنا ضافت للاكس واحد للاكس ضافت لواحد وحطت الناتج بنفس المتغير اكس واحد نفس الشي بالناقص بدل اتصب الناتج اكس اتنين اللي هي واي وكله نقصنا ال اكس اتنين اللي هي واي نقصه بمقدر واحد وحطت الناتج بال اكس اتنين خلاص اه هنا يصل لك كما ليش الكنديشون فلاك اينا لماذا الكنديشون فلاك احيانا مش التطرد استعير لما تقوم العملية تناقص مش التطرد استعير من حد من قبل قينبك وبالإنها وبالزاد احيان لما يزدد معك بيكون بالكاري فلاك فماك معك الوفر وفي او وغيره فلذلك لذلك احيان كمان في معاك الدف شو في معاك اس دف وواي دف ايش معنى الدف احنا قلنا قسمة صح ولا لمشا مورقلت لك قسمة دائرة اس يرمز لها صايند وان ان صايند دف يعني فيه اشارة ولا ما فيش اشارة وهذا ان شاء الله بنترقنا احنا يا ما بنترقنا بالنظر اذا حصلنا وقت او بتدرس التينتين بامثلة من العمل باذن الرحمن اشارة ايش اللي هي عبارة عن اشارة احيان تتعامل مع مش انتم تتعامل احيان مع المتغيرات باشارة وبدون اشارة اللي اطرقنا لأول محاضرة تذكروا السالب والمقاب ايوه حق السالب والمقاب ايوه ايه هذي يعني هل في اشارة ولا ما فيش اشارة هل بتعامل مع مثلا سالب قسمة سالب المفروض كم يكون الناتج مع اي عملية صح او لا او مع اي عملية او مع اي عملية بس هنا ذكر بالدف بالقسمة وكمان حتى مع المل صح او لا لا فايش معناتها اللي العمليات اللي تقرأ عليها طيب نجي على كمان هذه نفس العملية واللي احنا شرحناها اه هنا على اساس انه بس غيرنا غيرنا هذا نفس المثال على فكرة يا اسطلاب بس هنا بدل ما عملنا اكس واحد اه 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 اكس اثنين واكس ثلاثة عملنا دبل واحد دبل اثنين دبل ثلاثة بس من شان اقول لك انه هذا بس ريجستر تغيرها زي ما تشتي او زي ما تحب طيب طيب اه في معنا كمان هذه نفس الشي العادي استخدمنا هنا يقول لك قد تستخدم ال اه واي ريجستر وبعدا تعمل ود انستور انستركشن اللي زي ما عملنا عملية الموف او عملية الزيادة وبعدين وهذا يقول لك زي يا زي لغة السي طيب نجي على لا اخر موضوع ان شاء الله اليوم اللي هي load or store and defining global data يعني كيف تعرف المتغيرات اللي بشكل global وكيف تعمل load or store تشوفوا كلمة load تعين هذه ايوه هنا يقول